أن أحصل على إجابتك بكل صراحة وبكل وضوح يقول هنا بأن مدرب منتخب شباب العراق عماد محمد خسر مبارتين بكأس العالم وهو الآن مطالب بالاستقالة هل لأنه صدري مثلا أم لماذا أكيد بدون أدنى شك بدون أدنى شك لأنه صدري كل هذه الدعيني أقول اللغط والهجوم الذي استهدف المدرب عماد محمد وهذه مسألة طبيعية في المباريات وليست المرة الأولى العراق يخسر في مباريات وليست الآخرة يعني مسألة طبيعية جدا ولكن لأنه صدري يهاجمون هذا الشخص أي شخص ينتمي أو يقلد أو يكون قريب ومحب للتيار الصدري من الطبيعي جدا أن يهاجم ومن الطبيعي جدا أن يلاقي لماذا تأخذون هذه النظرة الثاقبة على الإطار يا سيد عماد لربما يكون السيد عماد قد خسر أكثر من مباراة لذلك تتم مهاجمته ولكن إذا ما أردنا أن نعود إلى صلب الموضوع حتى كيف يكافح الصدر الفساد هل هو عن طريق الجمهور إذا كانت إجابتك نعم على الاعتبار أن لديه نسبة جماهيرية جدا عالية أتلانتيك كونسل ذكرت بأنه لا أحد يريد العودة إلى الظروف التي أشعلت احتجاجات تشرين لكن العراق اليوم يتجه بالفعل لتكرار السيناريو نفسه إذ ما أراد الصدر أن يخرج مع أنصاره الشعب العراقي وصل إلى مرحلة استياء وليس من البعيد ظهور مظاهرات تشرين مرة ثانية وهذه المرة إذا اندلعت المظاهرات والاحتجاجات بالنسبة لما يفعله الفاسدين في الدولة العراقية فلن تكون دعيني أقول نتائجه يحمد لعقبها لأنه الشعب العراقي سئم تماما عشرون عاما يا سيدتي عشرون عاما فساد في فساد في فساد تارة بحجة وجود القاعدة تارة حجة وجود الداعش تارة وحجة وجود محور المقاومة تارة ولكن الشعب يا سيد عماد وعذرا على المقاطعة لديه تجربة واضحة جدا مع حكومات سابقة كانت تابعة للتيار الصدري وكان الأمر مشابه للحكومات الآن المتواجدة أو المنضوية مع الإطار التنسيقي إذن لا اختلافة في حكومة تابعة للتيار الصدري أو حكومة تابعة للإطار التنسيقي لم تكن حكومة من الحكومات تابعة للتيار الصدري التيار الصدري كان مشاركا في حكومات ولكن اليوم النظام السياسي في العراق كلمة الفصل والصلاحيات الواسعة هي لرئيس الوزراء لم يكن يوما رئيس الوزراء تابعا للتيار الصدري